بعد تأجيلها لأكثر من ست مرات قضت محكمة جنايات الرصافة بعدام أحمد الكناني قاتل الخبير والمستشار الأمن هشام الهاشمي والذي اغطيل أمام منزله في العام 2020 في بغداد خطوة قال ناشطون عراقيون إنها لا تخلو من دعاية ترويجية لحكومة السوداني التي تعهدت لمنظمات دولية في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب والمستمرة منذ العام 2003 كما أنها محاولة حكومية لوقف الجدل وتفادي الحرج في ظل تناقضات واكبة إجراءات حكومة السوداني في التعامل مع ملفات تخص الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المستمرة ميليشيا أصحاب الكهف إحدى واجهات ميليشيا العصاب وحزب الله سارعت لإصدار بيان تعزية نعت فيه أحمد الكناني حتى كادت أن تصفه بالشهيد بل تعهدت بالعمل على مساعدته وإطلاق سراحه وهما يثبت علاقة عضوية للكناني مع هذه الميليشيا المدعومة إيرانيا الكناني ضابط الشرطة الحكومية الذي كان عضوا ضمن التشكيل يعرف بإسم فرق الموت الخاصة وجدت الحكومة بإعدامه طياً لملف يؤكد مراقبون تورط أحزاب متنفذة ضمن الإطار التنسيقي بانتهاكات سبق وأن وصفتها منظمات حقوقية كالعفو الدولية وهيوم الرئيس هوش بأنها ترقى لجرائم حرب فالقتل ومن أصدروا الأوامر لهم ما زالوا طلقاء والترهيب ضد المنتقدين يجد من القوانين ما يبرر استمراره بل حتى القتل المتعمد بات مشرعاً على لسان عبد الكريم خلف المتحدث العسكري السابق باسم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المقال على وقع تظاهرات تشرين في العام 2019 والذي قال إن قتلاً ناشط صفاء السراي أمر طبيعي وليس خطأاً عسكرياً أو أمنياً شو المشكلة بيها صدفة وقعت براشوح يعني اعتبرت خطأ عسكري مو ثعل مقصود مو تسديد مباشر العسكري ليش خطأ عسكري